أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن عملية بأن عملية إعادة الاستقرار وتعمير الموصل ستكون بمثابة تحدي كبير يواجهه العراق وهناك عدة مناطق حتى الآن لا يمكن الدخول إليها كما توجد ألغام مخبأة في عدة أنحاء وقالت منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليزا جراندي إن إصلاح البنية التحتية للموصل سيتكلف ما يزيد على مليار دولار موضحة أن الأضرار أكبر بكثير مما كان متوقعا وأسوأ بكثير من النصف الغربي في المدينة الموصل حرة مرة أخرى حسم عسكري ورمزي بعد إعلان هزيمة داعش في العراق وانهيار لما يسمى بدولة خلافته المزعومة التي أعلن عنها قبل ثلاث سنوات من الموصل ولكن لهذا التحرير ضرائب كثيرة إذ تحولت عدة مناطق في مدينة الموصل إلى أطلال بفعل الحرب بين القوات المسلحة العراقية وداعش ومن بينما دمر كان خمسة جسور على نهري ججل والفرات تم تفجيرهم وهم في حالة مزرية هل ستكون الحياة ممكنة في وسط المدينة أو في المنطقة الغربية التي تعرضت للدمار الشديد؟ سؤال يدور في أذهان سبعمائة ألف شخص ممن نزحوا من مدينتهم على إثر المعارك لتحرير الموصل إعادة للاستقرار والتعمير تنتظرها الموصل والتي ستكون بمثابة تحدي كبير يواجه العراق خصوصا وأن هناك عدة مناطق حتى الآن لا يمكن الدخول إليها كما توجد ألغام مخبأة في عدة أحياء بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ قارت منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليزا جراندي خلال حوار صحفي منذ أيام أن إصلاح البنية التحتية للموصل سيكلف ما يزيد على مليار دولار موضحة أن الأضرار أكبر بكثير مما كان متوقعا وأسوأ كثيرا في النصف الغربي من المدينة وأضافت جراندي أن هناك ستة أحياء في الموصل دمرت تقريبا بالكامل وسيستغرق الأمر سنوات حتى تعود إلى الحياة الطبيعية الجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى إعادة إصلاح البنى التحتية الأكثر أهمية في أقرب وقت وخاصة الكهرباء وإمدادات المياه وإعادة أعمار المستشفيات كما ينتظر إعادة فتح المدارس التي تم تدميرها قريبا كما تدعم الأمم المتحدة عملية تنظيف الشوارع بالاستعانة ببعض المواطنين مقابل أجر وهو ما يسمح للكثيرين ممن فقدوا أعمالهم بالحصول على المال ومنذ منتصف عام 2015 يدعم متبرعون أجانب برنامج إعادة الإعمار التابع للمنظمة بحوالي 405 مليون دولار وتستخدم هذه المبالغ في إعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن عملية إعادة إعمار الجانب الغربي من مدينة الموصل تكلف حوالي 400 مليون دولار لأنه الجزء الأكثر تأثرا بالأحداث وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا هما المتبرعان الأساسيا ترجمة نانسي قنقر